مرحبا برج الدلو اهلا فيكم في القراءة العامة اعزائي هذه القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وايضا القمري او اي من الكواكب موجودة عندك فيها برج الدلو ولكن عزيزي المتابع انت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد اذا تنطبق عليك ولا لا هذه القراءة عامة مو قراءة عاطفية رح نتناول فيها اكثر شي جوانب الحياة العملية مثل الاموال الصحة المشاريع الى اخرى مثل ما سويت مع برج الجدي رح ابتدي معاكم يا برج الدلو بعقب ما اخلط الاوراق بين القراءات الكرت اللي يصير تحت هو لا دلالة او طاقة عامة لك في هذا الشهر طاقتك العامة رح تكون العربة كرت برج السرطان كرت جدا مبشر بالخير خصوصا اذا بعضكم او بعضا منكم كانت امورهم في جوانب معينة في الحياة متوقفة اوكي بعضكم كانوا يشتكون ان ليش الكل قاعد يتقدم في الحياة ويحصل وينجز وانا لحد الان في مكاني بعضكم مو كلكم ها رح يكون خلال هذا الشهر في تقدم كبير ولكن دائما اقول تساروا يقرأ على مستوى الطاقة يعني النية لازم انت تدعمها بعمل تدعمها باجتهاد تعمل مع الطاقة معكسها وبعدين تقول ليش هر في تطور ولكن ما في تطور لانا عندنا كرت العربة اذا انت العربة رح تمشي مثلها مثل القطار اوكي احنا نقول فاتهم القطار العربة رح تمشي معاك وبدونك الطاقة موجودة اذا انت قررت ان تركب فيها تأخوذ مثل هذا الشخص تمسك بزمام الامور تتحكمه تقود حياتك الى المكان اللى انت بتودي فيه حياتك الى المكان اللى انت تطمح اليه اذا اخذ هاي الطاقة شي طبيعي انه رح تكون الكثير من التطورات العجيبة تبتدي منها انزين؟ دائما برج الدلو التطورات الكبيرة في حياته تبتدي من تبتديها تتحرك من نهاية شهور السنة وفعلا تتحقق في بداية شهور السنة بداية الحركة رح تكون وخليلك هذا الكرت عشان يذكرك بالطاقة العامة لك لهذا الشهر انزين فيه شغلة ثانية بعد حبيت اقولها بخصوص كرت العربة الكثير منكم احتمال ناوين على تغيير مقر العمل تغيير انتقال سواء انتقال جسدي من دولة الى دولة من وظيفة الى وظيفة فيه مكان انت تحس وجودك في هاي المكان نزيل لاحظ وجودك في هاي المكان كان معسر عليك ويد امور الانتقال ان انت طلع من هاي المدينة الى هاي المدينة من هاي الوظيفة الى هاي الوظيفة رح يفتح عليك ابواب ما اقول لك احس هنا بالطاقة ابواب كل شي انت في عمرك تمنيته فيه تشجيع كبير على الانتقال في هذا الشهر خلنا نشوف الاموال يا برج الدلو عشر الخماسيات سوري عشرة الاخصان هذا الكرت ارى مسلبي بالمعنى الصريح ام شوف هذا الكرت قاعدة احس طاقتها ايجابية خصوصا اذا احنا قررنا نسويها ايجابية انت عندك اموال في البنك او حتى اذا ما عندك جدا ضرور ان تبتدي تدخل في الاموال لانه رح تحتاجها في مشروع جدا كبير في مكان صحيح مكان اذا حطيت في الاموال رح تعطيك مرجود اكبر احرص ان خلال هذا الشهر ما تصرف اموالك اوكي الظل تراكمها الظل توفرها وان كانت مبلغ قليل القليل لما تيمعه اهني احس رح يكتمل عندك نصاب رح يكتمل عندك مبلغ لمشروع كبير العملية كبيرة انت ناوي تسويها تحسينة في شكلك ميك اوفر في شكلك انتقال كبير يمكن حتى عشان تسوي هاي النقلة اللي رح تفتح لك ابواب حياتك محتاج ان تيمع فلوسك تمسك فلوسك اوكي هاي الطاقة تقول لي شذي خلا بس حب عد كرت واحد حق الاموال بسرعة كروتك قاعدة تضيح بالضبط ملكة الاقصان لا تفكر باي شخص اوكي ولا تشيل مسئولية اي شخص في الفترة القادمة غير نفسك عليك من نفسك هذه الملكة انانية ولكن انانيتها صحية انانيتها تقول انا مسئول عن نفسي اذا انا مثل مثل ما نكون في الطائرة ويكون من تعليمات السلامة ان انت ما منك فايدة لما تساعد الاخرين اوكي وما تضع اكسجين قناع الاكسجين اول على نفسك ما حد يقدر يعطي من اناء فاضي لازم انت تكون وصلت مرحلة الاكتفاء نفسيا عاطفيا ماديا حتى بعدين تبتدي تساعد الاخرين فهاي الكرة تقول لك عليك من نفسك لا تاخذ اي شخص بعين الاعتبار الا نفسك في الفترة القادمة عندك مشروع كبير فكرة معينة حاطها في بالك تحتاج منك اموال عشان اوكي عشان تقوم لا تتنازل عنها هذه الملكة عنيدة ما تتنازل عن الشيء اللي اصرت وقالت يوم من الايام راح نفذه حق نفسي راح اوجد حق نفسي ولو في مكان ثاني خلنا نشوف جانب المشاريع اللي منكم عندهم بزنس او فاكرين يفتحون بزنس كرتين انتقال انتقال المزيد من التغيير الانتقال من الف الى باء اوكي ولكن احس انتقالك راح يكون جدا سلس جدا سموث جدا بهدوء ما بين الوظيفة الى انك تفتح مشروعك ما بين المشروع الاول الى المشروع الثاني مثلا عندك محل قائم اوكي وناجح يقوم قلت لك هنا في طاقة محتاج شوية دفعة زيادة يقوم وبعدها على طول تقدر تباشر المشروع رقم اثنين سواء مشروع رقم اثنين بالنسبة لك هم مشروع توسعة تفتح فرق ثاني اوكي تدخل في مجال ثاني حتى رح يكون فيه انتقال جدا سهل ومرن ومريح لك نزين وايضا طلع معاه اهني كرتز طلع معاه كرتز الكوبين في المشروع رقم اثنين او في الفكرة عندك سوري في الفكرة رقم اثنين نزين في المجال رقم اثنين من خطتك المستقبلية منزين اللي قلت يا ليت اقدر اسوي كذا كذا ابيك تجاوب على هالسؤال يا برج الدلو شنو قلت انت بخصوص مشروعك اول ما صير هذا المشروع المشروع ناجح رح الخطوة الثانية اسوي كذا كذا في الخطوة الثانية اذا قمت فيها رح تلاقي صدى ترحيب صدى اعجاب ما تتوقع ما كنت حتى انت تتوقع يا برج الدلو اوكي الكثير من الناس يظهرون على اعتاب بابك يقولون لك احنا نريد ان نشتري منك نريد ان نتعاون معاك نريد ان نكون معاك اوكي رح يكون في صدى قبول كبير بما ان ابتدينا بطاقة الماء بننتهي هنا في المشاريع بطاقة الماء احس ان انتقالك رح يفتح لك باب لما تنتقل من مدينة الى مدينة من وضع الى وضع رح يفتح لك باب يعرفك على اشخاص ما كانوا موجودين في حياتك سابقا اشخاص جدا مفيدين جدا انت تتمناهم لنفسك اشخاص السابقين او الحاليين في حياتك يمكن شوية كئيبين متشائمين رح يفتح لك باب الرزق فتحة باب عندك اهنا خلا نشوف الدراسة الدراسة حك برج الدلو دستار تفوق نجاح اوكي في امور الدراسة رح تكون ان شاء الله كلها سهلات كلها سهلات رح تكون متميز اوكي خصوصا اذا كنت تعمل على بحث او رسالة معينة رسالة ماجستير رجالة الدكتوراه هنا الطاقة قاعدة تقول لي لان في كذا نجمة في السماء وبعدين هذه نجمة برج الدلو احرز ان انت متحاول تقلد النجوم الاخرين مثلا شفت صديقك زميلك في الدراسة نجح عن طريقة اتباع استراتيجية معينة او رسالته في الماجستير في الدكتوراه كانت كذا كذا لا تحاول ان تتميز او تحصل على التفوق عن طريق اتباع نفس طريقهم مصدر قوتك انت يا برج الدلو ان تكون متميز توجد طريقتك الخاصة لفعل الامور لا تسوي كوبيكات كوبيكات اللي هي طريقة اني اقلد ابتعد عن طريقة التقليد وتميز في مجالك انت حين قاعد يصير في طلب على طاقة برج الدلو المتقدمة المتقدمة عن الاخرين اللي تقدر تشوف تتطور اسرع من الاخرين فانت لما اتي تقلد بحث زميلك او تخلي زميلك اللي اقل منك او هو اللي يملع عليك افعاله يملع عليك شون تسوي بحثك هنا انت قاعد تسمح باللي اقل منك اللي متأخر عنك ان يقودك هذا ما يصير انت متقدم انت وهذا بعد الكرد يقولك محتاج تاخذ انت وضعية القيادة في امورك في الدراسة لا تظل تعتمد على الناس لان انت اساسا مو محتاج للناس اتعاون معاهم ولكن لا تعتمد عليهم خلا نشوف هنا البحثين عن عمل المترجم ثم الكوب الاول الشيطان اوكي الرسالة الكاهني احس انها بي عرضين عمل رح يأتيك عرض العمل ممكن انت اللي قاعد تقدم لما تحصل على عرض العمل اللي كنت تتمنىه من فترة طويلة ان شاء الله رح تحصل عليه رح يأتيك هني شخص ما يتمنى لك الخير يحاول ان يشتتك يقولك ليش اشتغلت هني او ليش قبلت هذا العمل هناك في فرصة افضل هناك يعطون رواتب افضل يحاول يشتتك يخليك تفقد ايمانك في فرصة العمل القادمة اوكي يخرب عليك لان عند هذا الشخص الكوب الصغير كوب المراهق هذا الكوب مو صافي داخل سمكة سمكة داخل الكوب معناته مو صافي مو بنية صادقة احذر احذر من الاشخاص خصوصا في مكان العمل او اثناء تقديمك على الوظيفة من الناس اللي حاولون يشتتونك يقولولك ليش باحد يتقدم عندنا هني انا موظف في هاي الشركة وانا نفسي ابي اطلع منها هاي النوع من الطاقة او ممكن يكون حتى احد من الاقارب او الاهل لان عنده هذا الشخص نية هني برج الجدي برج الشيطان سوري كارد الشيطان نزل عنده نية سيئة يريد ان اتعرف لما حين شافك هذا الشخص شخص حسود لما شافك رح تبتدي تحصل على احلامك وايض طاقة المياه عندك هالشهر طاقة بداية هني نحط النية هني نقول شنو فعلا احنا نتمنى عشان يتحقق في الشهور القادمة لما يبتدي هذا الشخص يشوفك رح تحصل على وظيفة الاحلام مشروعك يبتدي يمشي خطتك يبتدي تتمشي ايه هني يخرب عليك يشوش عليك يقولك لا ليش ما دلشلون لا اساوت شذي لا اساوت شذك احذر من هذا الشخص عنده طاقة تخريبية طاقة حسد احسني لما انت كنت تدور عن وظيفة برج الدلو وهو ما فكر بشكل جاد انه يساعدك ولكن ليش اقولك طاقة موزينة لما يبتدي يعرف انه انت عندك عرض عمل هو مش مساهم في ابتدي يقول لا حان الوقت ان انا اخرب بعد مو كفايا اني ما اساعد برج الدلو لا لازم بعد اخرب عليه لانه شكله رح يفلت من يدي شكله رح يحصل عرض عمل افضل يمكن هذي الشركة ما يكون الشخص تكون حتى شركة شركة انت قدمت عليها او ما عطوا كويه ما تساعدوا معاك لما شافوك او سمعوا ان انت شركة ثانية رح تاخذك شركة افضل اتوا هنا يبون حسدا منهم ان يوقفونك ما يخلونك تاخذ هذا العرض الجانب الثاني خلن تشوف الحياة العطفية بشكل عام سواء انتو منفصلين او مرتبطين الهيروفاند رح يكون فيه التزام خلاص طاقة الاي واللا طاقة ال نهني كانت فيه امور معلقة بينك وبين شخص معين اوكي كان دائما فيه تردد او دائما فيه استاغنيشن يعني الامور متوقفة ضربين بريك في العلاقة علاقتكم كانت متوقفة اكثر ما كانت ماشية في الفترة القادمة هذا الشخص عند نية الالتزام انه خلاص احنا نقول يعقد الصفقة وينهي الصفقة ويغلق الصفقة لبينك وبينها انه في النهاية اصير فيه اتفاق اصير فيه تفاهم احط معاك النقط على الحروف يقولك اوكي احنا في السابق ما كنا متأكدين بس الحين لازم نكون على بينا يا برج الدلو تكون مع بعض ولا مش مع بعض تبيني ولا ما تبيني هاي اللي هو من السؤال التحديدي انزل اللي ما عندي شريك ينتظر قراءة موصفات الشخص القادم فيه طريقك اللي بيسويها بعد القراءة العام ان شاء الله نشوف الصحة اوكي بيبي السابس خطوات الطفل اوكي انت قاعد تاخده خطوات في الطريق الصحيح انزل انت شوفي هني ان برج الدلو لان عندك ملكة الارض اخيرا صرت تهتم بنفسك صرت تهتم من شنو قاعد تدخل في جسمك وشنو هذا الشي اللي قاعد تاكله يؤثر على طاقتك على نفسيتك وي ار وي ايت احنا احنا نصير تشريه بسبب ما نأكله انزل فهني قاعد تاخد خطوات راح يكون فيه جسمك يتجاوب معاك اذا انت قاعد تاكل اكل معين تريد تتخلص من مشكلة معينة تتخلص او تخفف على الاقل من السكري من الكوليسترون من الكذا من تخفف من الدهون جسمك راح يتجاوب معاك بس انت لازم تكون حذر شنو تحط في جسمك انزل هني اذا عندكم بعد اي مشاكل في البشرة او مشاكل تخص تساقط الشعر النظر هذا كله يقولك ما يحتاج هذا كله مو شي الدكتور يقدر يحلك هي عن طريق حبوبة وادوية هذا الشي خص روتينك الغذائي نظامك الغذائي وهو اللي ممكن يحلك هاي النوع من المشاكل تعرضك الى الشمس الى الاكل الصحي هاي الاشياء خلنا نشوف الامور القانونية اذا عندك اي شي متوقف في النظام القضائي ثمانية الاكواب فيه شخص احسي هني ان فيه طرف كان يحاول ان يقاضيك او انت حتى كنت مفكر انك رح تقاضي شخص عندنا هني كرت العقرب كرت كرت الموت برج العقرب تغيير مفاجئ بغض النظر من اللي هني كان عندني ان يقاضي الثاني في اخر لحظة رح يكون في انسحاب بس ما انسحاب بدون سبب هذا الطرف انت او الخصم ادركتوا ان امامكم قضية ما تستطيعون تربحونها في هاي النظام القضائي عرفتوا مثلا ان الغلط عليكم او الطرف الثاني عرف ان الغلط عليه ففي النهاية يقرر ان ما يظل يسعى وراء هاي القضية فيه رحيل مفاجئ لان عندنا كرت الموت اوكي مشهورة سريعة من المحامي الى خصمك مثلا يخليه في اخر لحظة يقرر انه ينهي القضية القائمة بينك وبينه ويقبل مثلا بالتسوية انت حين من هاي الامور خلينا نشوف يا برج الدلو شن الطاقة اللي راح تحاول تتحداك او تستفزك خلال هذا الشهر اوكي الطاقة اللي راح تحاول تتحداك او الطاقة تخص الكذب او الالاعيب الالاعيب مثل هني الطاقة اللي وصفتلك اياها بخصوص الباحثين عن عمل زين شلون راح يكون في محاولة للتلاعب بك اوكي لانه هني قلت لك الشي الوحيد اللي يمنعك عن تحقيق النجاح في حياتك او هو شعورك بالذنب انه لازم اساعد الاخرين قبل ما اساعد نفسي لازم ما اكون اناني هذا الطاقة اللي راح تتحداك انه هل فعلا راح تستطيع انه تدخل في طاقة ملكة النار وتقول حان الوقت ان انتبه على نفسي واحقق ذاتي اني اتشوف ان التحدي امامك ايضا الاخرين اللي حولك محيطك دائما يحاولون يحسسونك بالذنب انت ليش غير انت ليش لحد الان ما نجحت انت ليش لحد الان ما تزوجت انت ليش لحد الان ما عندك اطفال ليش انت ما ترغب بالاستقرار مثلنا انت ليش غريب عنا انت انا برجد تلو الله خلقني مختلف ما اختلف من اجل لفت الانتباه او لدراما انا مختلف اوكي لا تخلي احد يحاول طلعك من طاقتك اللي انت في داخل نفسك تحس انه هي صح عشانك يقنعونك ان لا تروح هذا المكان لا تقبل هذا عرض العمل احس في انتقالك اذا كنت ناوي ان تنتقل الى وظيفة الى مجال مختلف مدينة ثانية دولة ثانية رح في اشخاص يحاولون يحسسونك بالذنب ويمنعونك عن طريق الاكاذيب الاكاذيب انه مثلا لا انه المعيشة في الدولة الفلانية صعبة عرفت؟ لان بقائك حولهم قاعد قيدك وابتعادك عنهم رح يحقق لك كلي اللي تتمنى خلا تشوف الطاقة اللي رح تكون حليفتك خلال شهر سبتمبر تقريبا نفس كارت العربة بس فيه هنا ملك الاحسنة التحكم في الذات اصرارك على موقفك اصرارك على اهدافك على الخطط اللي انت حطيتها لك نفسك تنفيذك لها اصرارك هني اهو اللي راح يعينك ان تتغلب على طاقة الشيطان هني طاقة الاكاذيب طاقة ان يحسسونك بالذنب ان ليش انت مختلف ليش انت اناني انت مو اناني انت قاعد تتصرف فيما الله سبحانه وتعالى امرك الله امرك ان تعتني بنفسك حتى في الطيارة يقولون لك اول شي تحط قناعك انت قناع الاكسجين في حالة حدوث الطوارئ بعدين تعين الاخرين لان اذا ما عانت اول شي نفسك راح تكون عالى على الجميع وتمثل خطر على الجميع اعانة اسستنس الاعانة ولكن تعين نفسك هالمرة هالشهر التحدي امامك والقوة امامك ان انت فعلا تختار ارضاء نفسك مو ارضاء الاخرين هل نشوف المفاجئة سبعة الخماسيات احس هنا ان المفاجئة هي من المضحك والمبكي ان الوضع صير كذي الاشخاص اللي ينتقدونك اللي قاعدين يعارضونك يقولون لك لا تسوي اللي انت ناوي علي برج الدلو او هما نفسهم الاشخاص اللي يوم من الايام رح يدافعون عنك رح يفتخرون فيك يفتخرون في انجازاتك بعد ما تنتقل هاي النقلة الى المكان اللي انت تمنى لنفسك هذه هي المفاجئة انه رح يكون فيه علنا الحين يتكلمون بينهم بين بعض ولكن بعدين علنا الموضوع رح يصير امامك ان نفس الشخص اللي كان ينتقدك هو اللي رح يكون موضوع الانتقاد وهو اللي ايضا رح يدافع عنك ضد هاي الانتقاد فيه رح تكون مساعدة احد ايضا يساعدك ان اخيرا خلي برج الدلو في حاله خليه رح يحقق ويبي حقق لنفسه هذه جبه جبه